الأضرار يلي بتخلفها الكوارث الطبيعية ومنها الزلزال أضرار كتيرة مادية نفسية وأيضا جسدية يلي ممكن تتوزع على أمراض معاوية ممكن تصيب الإنسان نتيجة لتلوث الغيطة اليوم رح نحكي عن أشياء الأمراض المعاوية التي تحدث جراء التغييرات يلي بتخلفها الكوارث الطبيعية إجمالا ورح نتوسع بتفاصيلها أسبابها وطريقة علاجها مع الدكتور رائد أبو حرب اختصاصي بأمراض الهضم والكبد وصار معنا ضمن السيديو دامسكو أهلا وسهلا فيك دكتور يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك بالبداية الحمد لله على سلامتك دكتور خلينا بالبداية نحكي عن الأمراض يلي ممكن تكون أكثر شيوعا الأمراض المعاوية يلي ممكن تصيب الأشخاص بالكوارث الطبيعية والزلزال يلي نحنا عم نعنشه حاليا نعم في الواقع بداية الأعراض الهضمية هي تكون جزء من متلازمة جهازية عامة ناجمة عن الحدث المؤلم الذي أصيب به الشخص والحدث المؤلم من ضمن الأحداث المؤلمة هي الكوارث الطبيعية الزلازل براكين إلى آخره يتعرض الشخص إلى شدة مفاجئة وهذه الشدة المفاجئة تؤدي إلى ظهور أعراض منها نفسية سيحدثكم عنها المختصين بالاضطرابات النفسية وهناك أعراض عضوية يشتكي منها المريض تكون ناجمة عن هذه الشدة أو الاسترس الحادة التي تعرضها على مستوى الأنبوب الهضمي أو الجهاز الهضمي يمكن الأشخاص المستعدين والذين لديهم استعداد وسوابق لمتلازمة أمعاء هيوجة أن تتحسس هؤلاء الأشخاص يتحسسون من الحدث وتظهر هجمة لأعراض ما يعرف عاماً عامية بالكولون العصبي أو متلازمة الأمعاء الهيوجة فيشعر الشخص بالغثيان يصبح يشعر بألم في منطقة المعدة المغص البطني تبدل في عادة التغوط إما حدوث إسهال يضطر المريض إلى الدخول عدة مرات إلى الحمام أو على العكس يحدث امساك إضافة إلى التطبل وتغير الشهية للطعام هذا من الناحية الوظيفية التي توصي الجهاز الهضمي ولكن هناك بعض الظروف البيئية المحيطة التي يمكن أن يتعرض لها هؤلاء الأشخاص كتناول بعض الأطعمة غير المحفوظة جيداً والتي يمكن أن تكون وسيلة لنقل التهابات معدة وأمعاء حادة أو ما يعرف بالإنفلونزة المعوية الحادة والتي تتظهر بغثيان وأقياء ومغص وإسهال ودرجة خفيفة من الترفوع الحروري المصادر الأخرى اللي يمكن أن تؤدي إلى نقل بعض العوامل الممرضة هي بظل هذه الكوارث أنه قد يتناول الشخص مشروبات أو ما غير مهيئ من قبل شبكة الدولة المراقبة صحياً وبالتالي تناوله لهذه المشروبات يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات حادة في الأمعاء دكتور رائد ما بعد الكارثة اللي صارت شهدت بعض المناطق السورية تغير بطبيعة المياه اليوم في حال تم الدراسة وتم إثبات لحد الآن ما صدر أي قرار بخصوص هذا الموضوع ولكن في حال تم إثبات أنه في تلوث بهذه المياه نتيجة الزلزال يلي صار شو الأمراضي اللي ممكن تؤدي إلى هيك نوع من المياه الملوثة يعني؟ أعتقد أن الجهات المختصة تقوم حالياً بدراسة هذه المياه التي قد يكون حدث إليها بعض التسرب لعوامل ممرضة بالدرجة الأولى كما ذكرنا هي الالتهابات المعوية الحادة اللي بتنجم عن ورود عوامل ممرضة طفيلية أو جوثومية أو فيروسية عن طريق هذه المياه غير النظيفة أو التي أصبحت غير نظيفة بسبب العامل البيئي الذي أصبح الأمر الثاني هو عدم التحمل الذي يمكن أن يحدث نتيجة تسرب بعض الملوثات العضوية أو الملوثات المعدنية كمواد عن طريق أنقاض البناء أو بعض الملوثات السمية التي يمكن أن تصل إلى هذه المياه إضافة إلى وجود احتمال بعض التفسخ أو الاختلاط بين شبكة المياه العذبة وشبكات المياه غير العذبة والتي يمكن أن تؤدي مصدر ولكن حتى هذه اللحظة لم تصدر عن طريق الجهات المختصة والوصائية أي تحذيرات من احتمال حدوث هذا الاختلاق أو انتشار هذه الأمراض عن طريق المياه لحسن الحظ لكن أيضا دكتور اليوم تواجد عدد كبير من الأشخاص بمراكز الإيواء وممكن أن يسبب نوعا ما تأثرهم ببعضهم وانتقال الأمراض ومنها الأمراض المعاوية وأيضا منظمة الصحة العالمية حذرت من انتشار مرض الكوليرا في المناطق المنكوبة مثل الحلب وإيضا اللاذقية وأي منطقة تانية تعرضت لتأثير الزلزال يعني أحكينا شو ممكن تكون تواجد هذه الكمية كبيرة من الأشخاص بمراكز الإيواء اللي عم تحاول أن تقدمهم لمكان الآمن ولكن ممكن ما يكون آمن من ناحية الطبية نعم في الواقع الكثافة السكانية ضمن السكان هي أحد العوامل التي تؤدي إلى انتقال الأمراض سواء أمراض تنفسية أو الأمراض الهضنية أيضا إمكانية عزل المصاب إذا كان شخص مصاب وخصوصا خلال فترة الحضانة تكون شبه مستعيلة مع هذا العدد الكبير من العوائل التي تجمعت في هذه المراكز وخصوصا التقص البارد يمنع أن يخرج حتى شخص لفترة قصيرة خارج هذا التجمع الأمراض التي يمكن أن تنتقل الكوليرا تنتقل إذا كان أصيب الشخص ويجب أن يدخل عن طريق هذا العامل الممرض وهو جرثوم عن طريق الجهاز الهضمية عن طريق تلوث المأكل أو المشرب بهذا الجرثوم لحسن الحظ حتى هذه اللحظة لم تسجل حالات كوليرا في مراكز الإيواء ولكن الحزر واجب بالتأكد من تعقيم مصادر المياه المقدمة لهم وهذا أمر بسيط يتم عن طريق إضافة الكلور إلى خزانات المياه الموجودة وهذا يؤدي إلى القضاء عليه كلورية المياه وأن تكون هذه المياه معزولة عن إمكانية وصول الحشرات إمكانية وصول القوارد إمكانية وصول الحيوانات الشاردة إليها وهذا يعني حتى رغم الكسافة السكانية بالموجودين جهات الحياة المختصة عم تراقب هذا الأمر ووعية لهذه النقطة وتقوم بعزل المياه من إمكانيات التلوش ولحسن الحظ حتى الآن لم تسجل ولا حالة إصابة بالكوليرا ضمن هذه المراكز وهذا يعود إلى التكافل الكامل بين الطاقم الطبي والهيئات المختصة ضمن المحافظات للإشراف على أمان وسلامة ما يقدم إلى الأخوة المنكوبين دكتور رائد يعني لنكون وقعين اليوم الكوادر الطبية التي حضرتك عم تذكرها أغلبها متجه لمعالجة المصابين جراء أزلزال والاهتمام الأكبر عم يكون بهذا الاتجاه اليوم بحال انتشار هذه الأمراض شو الإجراءات التي ممكن الشخص يتخذها بضمن مركز الإيواء سواء كانت إجراءات شخصية ينطلق من ذاته لحتى قدر الإمكان يحاول يوقي نفسه من هذه الأمراض في الواقع التواقم الطبية المتواجدة على الأرض وعية تماما لإحتمال حدوث انتقال مثل هذه الجوائح وقد شاركت جميع الجامعات ومن ضمنها جامعة دمشق بإرسال هيئة طبية إلى المناطق المنكوبة للمساعدة بمعالجة وإغاثة الأخوة المواطنين الذين تعرضوا لهذه الكارثة الكبيرة بالدرجة الأولى كما نذكر درهم وقاية خير من قنطار علاج والوقاية تعتمد بداية كما ذكرنا أن الجهات المختصة هناك تسهر على المحافظة على موارد سواء المياه أو الغزاء الوارد ضمن شروط حفظ جيدة حتى يقدم لأخوة المنكوبين بأحسن الشروط ولكن أيضا يتوجب على الأشخاص المتواجدين في مراكز الإيواء اتباع وسائل النظافة الفردية قدر الإمكان عدم تناول الطعام مثلا قبل تخسيل الأيدي بالماء العادي المتوفر هناك وهو نظيف والصابون وهذا كافي للقضاء على قسم كبير جدا من العوامل الممرضة التي يمكن أن تدخل عن طريق الجهاز الأبني والتأكد من تناول طعام مطهو جيدا لأن الطهي الجيد تعرض للحرارة يقضي على الغالبية العظمى من هذه العوامل الممرضة وقدر الإمكان انتباه للأطفال عدم تناول أي شيء منثور على الأرض لأنه سيكون عرضة لإحتمال وصول جراسيم أو طفيليات أو ديدان إلى فم الطفل فوسائل الوقاية الفردية باتباعها ببساطة وعلى بساطة تقي من قسم كبير جدا من احتمال حدوث هذه الأمراض الهضمية التي ناجم عن التلوث الطعامي أو البيئي صحيح دكتور في حال حدوث هالنوع من الأمراض المعاوية الحادة شو ممكن يكون التشخيص الأولي ممكن يقوم في الكادر الطبي المتواجد سواء بمراكز الإيواء أو أشخاص اتجهوا للمشافي شو ممكن يكون التشخيص الأولي وأيضا الإسعاف لحتى نعالج هذه المشاكل قبل ما تتفاقم الحالة الطبية في الغالبية العزمة من هذه الإنتانات المعاوية الحادة تطورها تلقائيا تشفى خلال 24 ساعة زي 36 ساعة تكفي المعالجة العرضية للأعراض الهضمية اللي هي الغثيان والإقياء المغس البطني أو الألم البطني والإسهال إذن المعالجة العرضية خلال أول 24 ساعة تكفي في الغالبية العزمة من الحالات إلا إذا كانت هناك عوامل ممرضة خاصة تم رصدها وهنا تحتاج هذه الحالة إلى تعويض سوائل وتعويض شوارد عن طريق الوريد في حال الإقياءات العنيفة المعندة الإسهالات المعندة والعنيفة والمدمات الترفع الحروري الشديد المرافق لهذه الحالات هنا يتطلب نقل المصاب إلى أقرب مشفى لتأمين العلاج عن طريق الوريد إضافة إلى إعطاء الأدوية النوعية الخاصة بنوع العامل الممرض الذي نقل إليه وأيضا هذا الإجراء هو إجراء وقائي للمحيطين بالمصاب بعزله عن إمكانية نشر العامل الممرض إلى أقرانه وأهله والموجودين في مكان الإقامة دكتور خلينا نروح للأمراض المعاوية التي ممكن تخلفها الأدوية بحد ذاتها اليوم مثل ما الكل اللي يعرف فيه مساعدات عم توصل لمراكز الإيواء ومن بينها الأدوية وللأسف بسبب فقر الكوادر الطبية المتواجدة ضمن هالمراكز عم يتم أخذ الدواء بطريقة عشوائية يعني فلان عم تجعوا معطوا عطوا مسكن بدون أي استشارة بدون أي شيء اليوم هل ممكن هذه العشوائية بأخذ الدواء أو بتوزيع الأدوية على اللاجئين لهذه المراكز ممكن تسبب أمراض معاوية معينة؟ بالتأكيد الأدوية هي بحد ذاتها هي أحد مصادر الإزعاجات والاضطرابات الهضنية نأتي على سبيل المثال إذا كان الشخص ليس بحاجة لتناول صاد حيوي الأنتيبيوتيك أو ما يعرف بأدوية الالتهاب وتناول هذه الأدوية يمكن أن تؤدي إلى أعراض هضنية كأسهالات بسبب تناول هذه الصادة حتى المسكنات أو ما يعرف بأدوية المسكنة كمضادات الالتهاب غير السيرويدية أدوية المفاصل ديكلون إلى آخره هذه الأدوية قد تؤدي إلى حدوث التهابات معاوية ويمكن أن تؤدي حتى إلى إحداث قرحة هضنية بتتظاهر بأعراض القرحة وهي قد تكون أدوية ليست ضرورية لإستخدام عند هؤلاء المرضى في الواقع على معلوماتي أن هناك فرق طبية تزور هذه المراكز يوميا لمشاهدة الحالات أو نخل كما نقول وأكيد نتشكرهم للفرق الطبية المتواجدة بمراكز الإيواء وأيضا ضمن الحدث لتساعد الأشخاص المتقررين نعم وهؤلاء أشخاص يمكنهم أن يحدثوا نخل مبدئي للحالات التي فعلا تتطلب معالجات خاصة سواء بالصادات أو مسكينات معينة من أشخاص ليسوا بحاجة سواء لمضاد تشنج أو لمهدئات بسيطة يمكن أن تكون كافية لمعالجة أعراض الهضمية لأنه كما ذكرنا هي نتيجة هجمة متلازمة أمعاء هيوجة أو كولون عصبي وليست ناجمة عن انتقال عامل ممرض يحتاج إلى الصادات الحيوية أو مضادات الاتياب غير السيرويلي اليوم دكتور ممكن تكون بعض الحالات التي تتوجه للمشافي مصابة بأمراض معاوية حادة ممكن أن يتم علاجها عن طريق أدوية معينة وهذه الأدوية هل فعلا متواجدة؟ يعني ما عم نعاني بنقص معين ما؟ أعتقد أن هناك حاجة ماسة لتزويد هذه المراكز بأدوية بصورة مستمرة فالحاجة بالتأكيد موجودة هناك إمدادات تصل إلى هذه المراكز الصحية وهناك من يسهر على فرز هذه الأدوية لإعطاءها للأشخاص الذين هم بحاجة لها إضافة أن لا ننسى أن هناك مرضى سابقين مرضى الضغط، مرضى السكري، مرضى المشاكل المزمنة يلي فقدوا أدويتهم واللي بحاجة إلى هذه الأدوية للسيطرة على أمراضهم وإيقاف أو قطاع هذه الأدوية عنهم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية فإذا الحاجة ليس فقط لأدوية إسعافية كالمسكينات والصادات وأدوية خاصة بالحالة العصبية والنفسية عند المريض ولكن هناك حاجة أيضا لأدوية ارتفاع الضغط، مرضى القلب، مرضى تشمع الكبد، مرضى السكري أن تتوافر هذه الأدوية لإعادة التوازن الصحي لهؤلاء الأشخاص ريسما تتوفر إمكانية العودة الآمنة لأماكن مجهزة ومهيئة للعودة للحياة الطبيعية قدر الإمكان دكتور رائد يطول الحديث ولكن الوقت عم بداهمنا نصائح حكاية أخيرة للوقاية من أي مرض معوي ممكن يحدث جراء الكوارث الحاصلة حاليا الواقع تعتمد الوقاية على الهيئات الصحية والرقابية المتواجدة بالتأكد من مصادر الأغزية ومصادر المياه المقدمة لهؤلاء المنكوبين والشق الآخر هو اتباع الوسائل الصحية الفردية للوقاية من انتقال العوامل الممرضة وهذا بمتناول الجميع ضمن هذه المراكز يبقى هناك موضوع التواجد الكسيف والذي يعتبر أمر حاصل ولا يمكن تدبيره بسهولة خلال فترة قصيرة هذه الجزئية المهمة جدا أيضا يجب أن تكون بالبال للتخطيط لتأمين أماكن سكان لائقة بهؤلاء الأشخاص لانتشالهم من هذه الكارثة التي أحلت بهم وكيد نتمنى الصحة والعافية للجميع ونتشكر حضرتك الدكتور راءت أبو حرب اختصاصي بأمراض الهضم والكبد ونتشكر أكيد الكوادر الطبية المتواجدة على رأس الساعة واصلت يومها وانهارها بليلها لحتى تساعد الأشخاص يضرر وشكرا لحضرتك شكرا لكم ونتمنى الرحمة لأرواح جميع من قضوا بهذا الزلزال والشفاء العاجل للمرضى الحاليين والتعافي السريع والعودة أو القدرة على العودة لحياة شبه طبيعية بالنسبة لهم كل شكرا لك دكتور راءت أهلا وسهلا